بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم ان شاء الله هادي نديرو كوكيز لكيجينا ساهل مال مقادر اقتصادية وكيجينا الديد كيبه الصغار والكبر كيف كتشوفو شكيل ديالو كيجي ديال الشوكولاتة يعني كيجي الشكل ديالو مارون بلا منزل نطول عليكم نديرو على بركتي الله في طريقة التحضير وفي المقادر اول حاجة هادي نحتاجو باش ندوبو الشوكولات شوكولاتة سدهن هادي نديروها في البال ماري وهادي نكبو عليها تقريبا واحد نسكاس ديال السبدة اللي حتاهية دوبتها من قبل هادي نخلطو مزيان حتي نساجمو بعدياتهم وغادي نحتاجو زبدة الفول السوداني الى كانت متوفرة ما كانش متوفرة مش مشكين وعندي هنا جوج بيضات كاس مع مرش ديال السكر ومعلقة كبيرة ديال الكاكاو اولج هنا غادي ناخد سكر سانيدة وغادي ناخد جوج بيضات كاملين وغادي نخلطوهم بعدياتهم قبل ما نزيدهم على باقي الخالات فاش كيبانو لنا نساجمو خلطناهم مزيان هادي نزيد على باقي الخالات وقبل هادي نزيد زبدة الفول السوداني لكانت موفرة كتعطيو حل اضافة زوينا وكيجينا الكوكيز بنين وفي نفس الوقت كيكون صحي انا هنا استعملت جوج مع الخبار هادي نخلطه مع باقي المكونات هادي نخلطو مزيان مع باقي المكونات حتى تنساجملينا زبدة الفول السوداني او لزبدة الكوكاو مع الخالات وغادي نزيدو البيض السانيدة اللي خلطناهم جانبا خلطناهم من قبل غادي نزيدو مع الخالات حتى هما كنحاولو نخلطو السوائل بوحدهم من بعد غادي نزيدو النواشيف حتى هما هنا كنزيد نخلط المكونات كاملين حتى نساجمو مع بعدياتهم وجانبا كيف كتشوفو عندي كاس قريبا كاس ونص دي دقيق عندي سبعة جرام سكر سبعة جرام خميرة الحلوة ورشة ملح وبنسبة الكاكاو او لبودرة الشوكولاتة المرة عندي ملعقة كبيرة غير باش تجين اذاك الماضاق دي الكاكاو هنا غادي نخلط النواشيف مع بعدياتهم وغادي نزيد عندي هنا الملح والخميرة خميرة الحلوة اولى البيكين باودر خلطهم بعدياتهم وغادي نزيد الكل وغادي نزيد دقة واحدة في الخالات وغادي نخلطهم زيان كنخلطو المكونات مزيان حتى كي نساجمو لنا هاد الكوكيز كتجينة هالعجينة ديالو بحالة شوية جارية يعني كتكون خفيفة بساف وهاد العجينة غادي نديروها في واحد البوش اولا واحد الكيز بلاستيكي باش غادي نكبوها في اللاطا اولا في سينية الفرن نخلطو مزيان حتى كي نساجملينا الخالات مزيان ومن بعد كيف اكتليكم غادي ناخد واحد الكيز بلاستيكي غادي نفرغو في هاد العجين ديالنا اللي كيف كتشوفوا را كتجير طبعا بالساف كتجي كتل السق في هاد الوقت درت الفرن ديالي يسخن وغادي ننوجدو الكوكيز ديالنا نوجدو اللاطا نديرو على ورق الزبدة وهادي نخويو هاد هاد العجين في كيز بلاستيكي ومدو نفرغو شوية بشوية على شكل دائرة حتى الصافي كان نفرغو العجينة اللي هاتنا كاملة كنحطوه على شكل كوكيز في الول كان حاول نفرغ كوائرات يكونوا متساويين من بعد عاد كانت رقم شوية من الفوق كيف غادي تشوفوا معايا في الفيديو في هاد الاثناء كنديرو الفرن ديالنا يسخن على نار متوسطة بش يسخن لنا الفرن مزيان وبالنسبة المدة اللي كان نطيبو في هاد الكوكيز بكتعدش عشرات دخيخ يعني قسمين ضهي كي يطيب لينا هانا غادي نستمر باش ندير كوائرات ديال الكوكيز هادي نديرو في اللاطات ومن بعد حتى كان نصايبو الكوكيز ديالنا هاد كنديرو الشوكولاتة اللي او البيبيت شوكولات اللي كانديرو في الكوكيز هانا درتو من قبل فتلاجة باش يبرد لنا مزيان وكنزينو بيه الوجه ديال الكوكيز وبنسبة الكوائرات اللي وجدنا كنقرصوهم شوية كننقضوهم وكننقضوهم الوجه ديالهم الجوانب وما بقى لنا غنزينو الكوكيز ديالنا تقدرو تديرو قطع صغيرة ديال الشوكولاتة اللي كتزيد تبننو كتزين لنا الكوكيز او للشوكولاتة الجاهزة ديال بيبيت شوكولات او لحبيبات شوكولاتة تقدرو تخلطوه مع العجين بشكل عشوائي تخلطوه وعد بدو تديرو كويرات انا كنفضل نديرو هكا من الفوق كيجي زوين وكيجي دايب موهم انا كنفضلو بها ديالشكلتا كندير الكويرات وكنقض شكل ديال الكوكيز ديالنا عاد كندير البيبيت شوكولاتة هاد البيبيت بشوكولاتة الحليب كيجي نزوين ونتمنى اعجبكم بالنسبة بعد ما غضي نساليو من وضع الشوكولاتة كي بكتليكم الفرن خليتو غير عشرة دقيق باش يبقى الكوكيز ديالنا مع الليك من الداخل هاد نخلي لكم رابط ديال الكوكيز اللي داي جادرتو في القناة يعني كين كوكيز اللي بيض كين اللي بشوفان كين اللي كل واحد وشكل ديالو وطريقة تحضير ديالو غادي نخلي لكم في صندوق الوصف او لا اسفل الفيديو غادي تشوفوها كنكمل هنا تزين ديال الكوكيز ديالي وكان وضعوه في الفرن كيف كتليكم فرن كيكون ساخن مزيان وكان نخلي عشرة دقيق تقريبا باش نحافظو على الطروات الكوكيز اهم حاجة بعد ما كنخرجوه من الفرن كنخلي وما كنحركوش حيث كيكون هشيش كنخليو حتى كيبرد تماما عاد كنديروه ديك الساعة في البواط ولف كنقدموه ديك الساعة بسحة وراحة اهم حاجة ما تحركوش بلاصو حتى يبرد تماما هنا رح تبرد عاد هزيتو حتى الشوكولات كيكون دايب يعني مزيان تخليو حتى كيشد فراسو نتمنى الوصفة دياليوما تكون يعجباتكم هي جات لديدة جال كوكيز بنين بها الطريقة نتمنى يعجبكم وتجربوا حتى انتم وما وردوا علي الخبار ونطلقوا ان شاء الله في وسطات اخرى في قناتكم ساميا فود ما تنسونيش من تشجيعات ديالكم خليوليا لايك ونبنات جدا تضغطوا على زر اشتراك وفعلوا الجرس باش يجيكم دائما جديد الوصفات ديالي الى الملتقى ان شاء الله فيديو اخر ووصفة اخرى في قناتكم ساميا فود سلامة اشتركوا في القناة